موسيقى موسيقى مساء الخير أهلنا يذبحون تحت راية لا إله إلا الله أنقذونا نداء سمعه العالم من نفيان الدخيل عندما أطلقته في البرلمان العراقي خلال هجوم تنظيم داعش على قرى الأزيديين في جبال سنجار هي سياسية عراقية أزيدية نائبة في البرلمان العراقي عن قائمة التحالف الكردستاني وهي عضو في الحزب الديموقراطي الكردي انتخبت نائبا مرتين ولم تترشح هذا العام عرفت بدفاعها عن حقوق الأزيديين والأكراد تسلمت جائزة برينو كرايسكي للعام 2015 في فيينا النمسا عملت طبيبة ميدانية في مخيمات الأزيديين للاجئين أهلا وسهلا قبل البداية والحديث عن مشاهد طبعا مهم العالم كله تتحدث عن الأزيديين ولكن نحن نريد أن نعرف أيضا وراء كواليس هذه المشاهد من هم الأزيديين وماذا حصل له في أغسطس 2014 اشتركوا في القناة خلال حكم صدام حسين وحزب البعث العراقي كيف كانت حياة الأزيديين هل صار فيه اضطهاد هل كانت تشعروا أنكم مواطنين درجة ثانية الأزيديين في زمن الحكم السابق لم يتعرضوا إلى الاضطهاد كديانة لكنهم تعرضوا الاضطهاد كونهم أكراد دمرت في عهد الحكومات السابقة دمرت آلاف القرى اليزيدية والحكومة أجبرت اليزيدين إلى تجمعهم في مجمعات سكنية وبعيدة عن جبل سنجار القرى اليزيدية كانت محاذية لسفح الجبل مباشرة دمرت وأبعدوهم وحصروهم في مجمعات سكنية تقريبا 16-17 مجمع مبنية من الطين يجب أن يؤتي اليزيدين في قرى اليزيدية مبنية من الطين هذا في القانون العراقي كان هي قرارات حزب البعث فقط من الطين من الطين وممنوع السقف ممنوع اليزيدين يمتلك داره السكنية لو عايش بي طول عمره لا يمتلكها ليس لديه سنة طابل من يمتلك هذه الحكومة؟ الحكومة الدولة اللي يزيدين فقط في هذه المجمعات وبعيدة عن الجبل كما قلت لك ومحاصرة بقرى عربية يعني كل مجمع في مكان وأطلق على مجمعات أسماء من وحي حزب البعث والعروبة يعني غير أسماعها الكردية ماذا حصل في أغسطس 2014 وكيف عرفتهم؟ أنت كنت نائب في البرلمان العراقي من القائمة الكردية لأن كما قلت الأزيديين هم أكراد أرقاً كيف بدأت الأخبار تأتي؟ ماذا حصل حقيقة في سلاتي أغسطس 2004؟ طبعاً بعشر حزران كان سقطت الموصل داعش أحتى الموصل وثم بعد ذلك تلعفر وغيرها وغيرها التخوف كان شديد من أنه تصل إلى سنجار نحن كنا متتبعين للأخبار كان اتجاههم نحو بغداد اتجاه داعش وفعلاً وصلت قريب إلى بغداد لكن بقرار معين بالسياسة معين تغير اتجاه داعش وصار الهجوم على سنجار توقعنا أنه رح يكون حال المدينة حالها حال بقية الموصلة للأعفر أنه تسقط المدينة يأخذون مراكز الحساسة وكذا لكن اللي حصل أنه استباحوا يعني الناس استباحوا عراضهم حياتهم كل شيء كان يصلون إلى قرية يفصلون النساء عن الرجال يذبحون الرجال والأطفال مباشرة ويأخذوا النساء والأطفال والبنات الصغار بعد فترة يوم يومين حتى يتخلصوا من الأب العداد الكبيرة كانوا يقومون بقتل النساء الكبيرات في العمر أو يدفنوهم أحياء يعني وجدنا كثير من المقابر أنه موجودين بهم النساء الكبيرات في العمر والفتاة الصغيرات يعني حتى من أمر التسعة عشر السنوات كان يأخذوهم يبيعوهم ويشتروهم أقل يعني الأطفال كانوا ذكور وإناث أم كان بس أطفال الذكور اللي كانوا عم يذبحوهم لأكثر من عشرة إذا عش سنة كان يعتبروه شاب أو رجل وكان يذبحوه البقية كان يأخذوهم سيد جزيل يعني كم القصص اللي بيها فضاعة بطريقة التعامل هؤلاء الوحشين مع اللي يزيدين ما تتصورين كان يخلوهم بقاعات يجي أي واحد داعشي يختار واحدة اثنين ثلاثة هذول أقلية يأخذهم الأمهات تمسك بيه بناتهم صغار عشر سنين 11 سنة والبنات يصرخون يبكون ويجي يأخذهم يختصفهم يتعدى عليهم بعد كم يوم يحتاج فلوس يبيعها بعشر دولار بخمسين دولار بمئة دولار يبيعها لغيره 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 كان هناك محكمة في الموصل يسموها المحكمة الشرعية هذه المحكمة يخلون بها صغر البنات معلقة يجي أي داعشي إرهابي مجرم ينظر إلى يختار لواحد اثنين ثلاثة ويروحون يجيبوها خلاص أو يشتريها أو يأجرها هذا حال اللي عملوا بنا حتى شرنا صور بالأسواق كانوا يحطوا السيدات أو الأنسات الأزيديات يضعوهم للبيع أنت كنت في بغداد في وقتها أنا يوم اللي سمعت أو يوم ثلاثة أثماني لا كنت في البيت كنت في أربيل كنت في أربيل وبدأت الناس تتوافد أم كانت أخبار تأتي لا بدأت الاتصالات علي يعني يتصلون بي بشكل كان تقريبا ساعة أربعة الفجر تليفوني يرن يرن يعني طيب ساعة أربعة الفجر من انتبهت يعني أول بداية ما ما جاوبت على الاتصال ثم تكرر تكرر عند الإجابة يعني بلغوني أنه صار كذا أنه داعش هجمت على سنجار وتقوم بقتل الرجال وتأخذ النساء والأطفال وتوالت الاتصالات وتوالت الفضائع كان في ناس يعني استطاعوا أن يهربوا ويتحدثوا عن هذا الموضوع أم الأشهر التي أتت فيما بعد عرفتهم ماذا حصل حقيقة لا لا احنا عرفنا من أول لحظات لأن كان فيه اتصال تليفونات يعني لم ينقطع الاتصال لكن ما استطاعوا أن يجون لأن داعش حوطت يعني المنطقة اليزيدية من كل الاتجاهات ما كان على اليزيدين أي مفر آخر إلا الهروب إلى الجبل ما كانوا مسلحين اليزيدين نعم لا أبدا شبابهم لم يكنوا مسلحين مدنيين اللهم إذا عائلة عائلتين عدتهم شيء سلاح بسيط مقارنة بالسلاح الذي كان يمتلكه داعش لا طبعا أنت لا تنسين أن داعش عندما أخذ الموصل سيطر على سلاح الجيش والشرطة اللي كانوا مسلحين أحسن تسليح سيطر عليهم وأخذ سلاحهم فبهذا السلاح جولة محاركة أنا بدي لحظة النداء الشهير اللي بنشوفه وينما كان في اليوتيوب بدي قصته يعني أنت تركتي أربيل ذهبتي إلى البرلمان ماذا حصل يعني؟ كيف بلشت الاتصالات السياسية؟ كيف بلشوا يتصلوا فيك؟ بمن اتصلت؟ ماذا فعلتم؟ والحالة بدأت يعني تصير واقع وظهرت إلى العالم؟ أنا سافرت مباشرة إلى بغداد حتى أعمل اتصالاتي بالسفارات المسؤولين يعني كنا نحتاج شغلتين أولا الأقل إيقاف هالجرائم ثانيا نساعد الناس الناس كانت تهرب للجبل كان شهر قاب يعني درجة الحرارة فوق الـ 45 درجة والناس هربان حفات يعني طيب مي أكل كثير من الأطفال ماتوا يعني بالجبل كثير من كبار الأمر حتى الشباب نحن بالعادة في البرلمان العراقي أنه لو عندك بيان لأي قضية لأي قضية أنه تكتبي البيان وتسلمي إلى رئاسة البرلمان تأخذين الموافقة يقرأ الرئيس أو النائب لو بيان يعني ما في أي إشكال يوافقون عليه وافقوا عليه الرئيس البرلمان ونوابه أثنين هم ورجعت إلى مقعدي وانتظرت افتتاح الجلسة هذا يوم الثلاثاء كان يوم خمسة يعني يومين بعد الجرائم والجرائم مستمرة طبعا بس أنا من لحظة اللي سمعت إلى أنا دا أتكلم بالبيان أنا لم أتوقف عن البكاء رغم أنه أنا أروح وأجي وألتقي برئيس حكومة ورئيس وزراء ورئيس جمهورية وسفراء ولكن أنه أنت كل لحظة تسمعين شيء كل لحظة تسمعين شيء بحيث يعني أصبحت في مرحلة أنه ما جايز توأب يعني أحيانا توصلين إلى مرحلة دماغك يتوقف عن استيعاب عندما تكون كارثة كبيرة تريدين أن لا تصدقين ولكن هذا واقع أمام عينك وتتمنين أنه لو لم يكن في خيط رفيع نعم بين أنه ما تتمنين والواقع الموجود على كله أنا انتظرت دوري بعد افتتاح الجلسة كذا الرئيس طلب مني أنه أن تتكلم أنا أتكلم فقمت إلى المنصة من مكاني لم أتكلم من مكاني قمت ووقفت على المنصة منصة حقيقة كل الزملاء النواب كانوا واقفين يساندوني يعني عندما شخص لديه بيان وفي أشخاص تريد مساندته أو موافقته على البيان بيوقفوا بيوقفوا إما معه أو في مكانهم فكلهم كانوا واقفين معظمهم كانوا واقفين معي سيد الرئيس نذبح تحت يافطة لا إله إلا الله سيد الرئيس لحد الآن خمسمائة شاب ورجل يزيدي سيدة النائبة التزمي بالبيان الذي وافقت عليه سيد الرئيس نساؤنا تسبى نساؤنا تسبى وتباع في سوق الرق أخوان نحن نريد بعيدا عن كل الخلافات السياسية نريد تضامنا إنسانيا أنا أتكلم هنا بإسم الإنسانية أنقذونا سيد الرئيس أريد شكرا جزيلا شكرا جناب بعد ما خلصت البيان اكتشفت أنه أنا كنت ناسي أخذ البيان معي أنا مش كتبته وأخذت موافقة الرئيسة جلس في مكاني من قال لي تفضلي من هول أنه أنا مش مركزة مع نفسي فيمكن تلاحظين في أثناء حديثي مرتين رئيس المجلس يقول لي التزمي بالبيان لأن أنا كنت أتحدى الشيء والورقة اللي كانت أمامه اللي هي نسخة من البيان كانت شيء آخر هو نفس المفهوم أنت رأيك هذا النداء حرك شوي أكتر يمكن بالسوشيال ميديا أولا من اتصل فيك بعد هذا النداء من شخصية العالم هذا النداء صار تصلية إعلامي عليه بشكل مكثف بحيث أنه أعتقد تم ترجمته إلى كل اللغات يعني ببعث هذا البيان بيوم هذا البيان كان يوم الثلاثة يوم الأربع عادة رئيس الأمريكي لديه كلمة أشار بالبيان بكلمته إلى هذا البيان وقال بالنص نقول للسيدة التي بكت في الفرلمان العراقي وقالت لا أحد ينقذنا أمريكا قادمة لأنقادكم وبدأت المساعدات بدأ القرار الأمريكي بأنه الهجوم على داعش ولكن عملياً يعني كيف حاولوا بعتوا مساعدات الأمريكيين بعتوا المساعدات أنت عندما كنت في الطائرة المروحية التي صار عليها حادثة كانت مساعدات أمريكية؟ لا لا أحنا مساعدات التي كنا نوديها لليزيدين كانت باتجاهين أولاً المساعدات الأمريكية التي كانت تخرج من قواعد الكويتية نعم من قاعد الكويتية والطائرة التي نكون بها كانت هليكوبتر عراقية من الجيش العراقي نعم من سلاح الجيش العراقي ماذا كنتم تحملون في هذه الطائرة؟ كنا نحمل ماء والعصير وقليل من الفواكه يعني أنه الناس كانوا موجودين في الجبل محاصرين أهم شيء كان أعطهم المي فالقاعدة الموجودة في زاخو في شمال كردستان كان الناس تدبرع يعني المواد اللي كانت معنا على الطائرة ومش أنا اللي كنت جايبتها كان الناس جايبها نعم ناس من أهل دهوك وزاخو كنا نعمل أحواض من الثلج ونخلي المي حتى يبرد شوية والعصير الباكتات العصير أو الزجاجات العصير طائرة تخرج من قاعدة في زاخو زاخو هي كردستان والطير كنا نطير فوق داعش وننزل على الجبل داعش السيستم مالتهم ما كان يقدرون لم يستطعوا أن يصلوا إلى الجبل اللي زينين صعدوا إلى الجبل ماشيا مش سيارات هم كان عدتهم سيارات ما كانت تقدر تصعد إلى الجبل ولم يكن يتعرضوا إلى الطائرات بالنار حسن معك حادثة أعتقد حتى أتذكر أحد المرات ونحن في طريقنا للذهاب إلى الجبل قائد الطائرة الله يرحمه اللواء ماجد التميمي قال لي بيان من الممكن أن نتعرض إلى الضرب فكوني حذرة فنزلنا كان المهمة بهالشكل تنزل الطائرة تنزل المواد الغذائية والناس اللي المرضى والأطفال تجليهم تأخذهم توديهم إلى القاعدة في زاخو وتجي إسعاف تأخذهم إلى المستشفيات نعم آخر مرة سقطت الطائرة به أين سقطت؟ على الجبل على جبل سنجار أحنا أعطينا المواد وأخذنا أطفال ونساء كبار بالأمر وطارت الطائرة شوي ثم حسيت بها أنه تتهاوى وسقطت في وادي من مات من قتل قتل الطيار والناس وأنت أنا جرح ولكن أنقص كل الناس الطفل أيضا توفى الطفل صغير لكن استشهد الطيار قاعدة الطائرة اللي حصل أنه سقطنا في الوادي طائرة سقطت في الوادي البشمرقة والقوات الإزيدية وكذا موجودين على أعلى الجبل على القمة وداعش قريبة من عتنة أنا سمعت من كثير من الناجيات كان يقولون عندما سقطت الطائرة كان هناك داعش كانوا فرحانين جداً أنه أسقطنا الطائرة اللي كانت عليها فيان فيان دخيل وصدر أوامر لبعض الجهات أنه حاولوا تصلون إلى الطائرة ونريدها حية أو ميتة فأنا كان عندي تصور أنه ممكن لو أنه إحنا قريبين من داعش ممكن يحصل الأسوأ على كلنا جاءوا من من قمة الجبل ساعدونا أخرجونا من الطائرة لأننا كنا وقعت الطائرة بهذا الشكل وأنا كنت في الأسفل كان في ثلاثين إلى أربعين شخص واحد فوق الثاني فإلى أنقذونا وبعدين المسافة من الوادي إلى الجبل وانت رجليك مكسورة وعندي كسر بالأطلاع والرأس وكذا وماكوا سدية يعني هم شايلين لك واحد مرة يشيلك هالطريقة بهالطريقة والخوف من ولحظت يعني حد السيارة ممكن أنه واحد يتعرض ولكن حدث أنه تسقطين من طائرة كانت وأن تعيش وأن تعيش هل يعني فيما بعد رو لك هل يعرفون الناس تنظيم الدولة الإسلامية هل كانوا من الجيرة داعش عندما دخلت الموسل ما كانوا يتجاوزون عاداتهم أربعمائة خمسمائة داعش من الخارج من خارج العراق من خارج العراق نعم من أي جنسيات يوجد الشيشانين الصينين تونسين سعوديين ليبيين فرنسيين بلجيكيين أمريكيين شيشان روسيين أوكرانيين في جنسيات نعم في جنسيات دخلوا ولكن من ساندهم ومن قام معهم بالآلاف عزيزتي أنت تعرفين معلومات قليلة عن اللي يزيدين صح؟ وهذا أيضا من السوشيال ميديا وبعد الكارنة اللي حصلت طيب هل تتوقعين الشيشاني أو الصيني اللي إجا وكان إجا كداعشي ودخل سنجار كان ممكن أنه يعرف هذا اليزيدي وهذا شنو لو لا أهل المنطقة تعرفوهم طيب يعني ما فيه هناك صبايا وسيدات اختصبوهم ووضعوهم في منازلهم هل كانوا من القرى المجاورة طبعا 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 عندما جاءت داعش هالقرى هذه اللي ساندتهم هي كانت القرى اللي كانت تربطنا معهم جيرة برمئات السنين هؤلاء ساعدوا داعش تعالوا هذول الإيزيديين كفروا كذا كفروا حسب مفهومهم على فكرة هما يفكر داعش تكفر كثير من السنة أيضا وتكفر الشيعة أيضا بالدليل أنه تم خطف واختصاب بالتعدي على أكثر من أربعمائة امرأة من تلعفر من شيعة تلعفر يبدو أنه هناك كان استعداد لهذا الشيء هذا الاستعداد كيف تولد حقيقة لا أفهم كيف أنه ممكن هؤلاء الجار أن يتحولوا في لحظة إلى إلى مصاصيدي ما إلى متوحشين لها الدرجة واحدة من القضايا التي تم التركيز عليها وغريبة أحد القر التي هي قرية كوتشو التي كانت تربطهم مع جيرانهم العشيرة العربية التي ساكن بجنبهم علاقة وطيدة جدا جدا يعني بحيث أنه في مصطلح بيننا فيها المنطقة في منطقة السنجار بين المسلمين والزيدين اسمها الكريف الكريف يعني الأكثر من الأخ الأخ بالدم ولكن من دين آخر كانت تربطنا مع هؤلاء هذه العلاقة من قتل أهل كوتشو كرجال هم هذه القرية القريبة أنا لا أريد أن أذكر اسمها لأن ليس كل اللي كانوا موجودين هم مجرمين وهم دواعش رئيس حكومة تقليم كردستان سيد نتشيرفان بارزاني أسس مكتب يسمى مكتب المختطفات هذا المكتب يقوم بمساعدة العوائل يعطاهم مبلغ اللي يستطيعون فيه أن يقوموا بشراء البنات ذا كان سعر يعني بحتزر أحكي شو كان سعر حسب الصبية أو السيدة للأسف حسب يعني أدي للأسف أنه نتكلم عن شراء بشر وإحنا في القرن الواحد وعشرين يعني ممكن أن تكون جميلة مثلا يتم بيعها بأربعة آلاف دولار خمس آلاف وممكن أن تكون عادية يتم بيعها بألفين ألفين وخمسمائة دولار وممكن أن تكون عائلة يعني كثير من الدواعش أخذوا امرأة وأطفالها كيف كان تم التسليم وصطاء الكارثة الأخرى أنه الأطفال يعني أنا نفسي اشتريت أكثر من يعني مجموعة أطفال من دولة أخرى مش سوريا وكنت أروح من أين من أحد الدول المجاورة من تركيا من تركيا ونجيبهم وتضعوهم في المخيمات أسلمهم إلى أهلهم أنت بعدين عملت جامعية وأنت اهتميت لأن أنت طبيبة لا أنا مش طبيبة ولكن كنت طبيبة ميدانية ماذا يعني ذلك؟ يعني إسعافات أولية أنا من عائلة طبية الوالد وكل أخواني وأخواتي احنا عائلة كبيرة احنا تسع أخوة وأخوات وأنا اختصاص أنا عندي ماجستير في المناعة مناعة الأمراض نعم مناعة الدم فكنت أروح أساعد وأخذ يعني أصدق أخواتي أخواني معي يعني في المخيمات أخى مخيمات فأقيت ألاف الحكايات طبعا أنا أريد منك حكايك أثرت بك جدا أعرف اعرف الكل أصابتني بصدمة لكثر أنه استغرابي بنت عندما التقيتها كان عمرها 10 إلى 11 سنة كانت تقريباً عندما كانت في الأسر كان عمرها 9 سنوات 8 إلى 9 سنوات حكيت لي قصة هروبها كانت هي عمتها أنه مخضيهم يعني خاط فيهم داعش عمتها كان عمرها 14 سنة وأنه هذه الصغيرة ما تمدع على العم الكبيرة الكبيرة كانت 14 سنة فالصغيرة حكيت لي قالت لي أنه أنا كنت يعني إحنا تعبنا وهذولا داعش كانوا يتعدون علينا وكذا فأنا فكرت أنه أهرب نهرب لكن عمتي جبانة خايفة فأنا فكرت بطريقة هما كانوا محبوسين في بيت وفيه اثنين دواعش قافلين عليهم قالت أنا وبتلعفر قالت في أحد الأيام قلت له لهذا الداعشي أنا كلش تعبانة وراسيو جاني وما أقدر أنام لازم توديني للمستشفى الصغيرة اللي عمرها 10 سنين فما أخذها للمستشفى قالت للطبيب أنه أنا ما أقدر الليل كله أنام لازم منطيها حبوب جاية هاي الصغيرة أم خلي الحبوب بالشاي لعمتها لا للداعشي يشرب الشاي ينام تأخذ المفاتيح تفتح الباب وتأخذ عمتها كمان معاها وتمشي مسافة أربعين كيلومتر إلى أن تصل إلى الجبل بالليل طفل عمرها 10 سنين يعني هاي وحدة من الحكايات اللي أنا والحكاية الثانية الحكاية الثانية وحدة من أفضع الأمور اللي أنا سمعتهم في حياتي أم حكت لي قالت لي أنه إحنا فصلونا كانت خلونا في سراديب تحت الأرض مع أولاتها مع أطفالها قالت في يوم أخذوا مني الأولات وبصياح بصراخ ببكي لكن أخذوا أولاتها قالت وحبسوني وخلوني يومين بدون أكل قالت بعد يومين جابوا لي أكل رز ولحم وقالوا لي أكل يعني قالت أنا من الجوع أكلت وقالت جابوا الأولات أيضا فاحتضنتهم قالت ابني اللي كان عمره 3 سنتين 3 مش مبين سألتهم قالوا لي اللحم اللي أكلتي ذبحنا وطبخنا لك صراحة أنا قرأت هذه القصة ولكن لم أصدق ولا أنا يعني كانت تحكيها الأم تعرفين أنه كيف شعورها بأنه تريد أن تخرج أمعائها من داخلها لأنها تشعر أنه لحمة لا يزال في داخلها سمعت هذه القصة يمكن قبل ثلاثة سنوات وكل ما أتذكر يعني طبعا كتير صعبي فيان داخل أنت التقيت بأعضاء تنظيم الدولة الإسلامية من هم هؤلاء الناس؟ تحدثت ما يعني كانك قسم يعني عندما سألت لماذا فعلت هذا قال أنا فعلتها تقربا لوجه الله قلت له والله قد أرسلك لكي تقتل وتذبح بالناس قال نعم يعني هو غير نادم لا 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 قال لو آن عفوا أخرج أفعل نفس نفس ما فعلت أحد الدواعش كان غريب قال أنا فعلت هذا حتى أروح للجنة وأحظى بحور العين والمشكلة أنه كان من دولة أوروبية فقلت له طيب ما أنت جاي من أن تحور العين يعني على شن وذبح روحك وطالعك وذبحنا هذا المفهوم الذي فيه أدمغتهم بكل صراحة أعدموا؟ هناك قضايا عليهم نعم يعني تم محاكمتهم وقرارات الإعدام تأتي تباعا هم يعدمون الآن حسب إذا خلاص ثبت عليه أنه جريمة أو قتل حسب قرار المحكمة نعم من هو أبو بكر البغدازي وأين هو؟ يعني أبو بكر البغدازي كان يعني هل هو أسطورة؟ لا 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 أسطورة اسم شخص هاي لا لا موجود أم هناك؟ وكان شخص وهو من أهل بغداد أعتقد وكان مسجون في سجن بوكا وبعدين أبو غريب ثم حصل هروب لسجنة أبو غريب خرج معهم ولكن أنا لا أعتقد أنه تنظيم بهذا الشكل ممكن أن يؤسس واحد مثل أبو بكر البغدازي يعني بهذه الإمكانات التي عنده هذا التنظيم منض يعني أعتقد القيادات السابقة لحزب البعث كان لها دور طريقة ترتيب هذا التنظيم التنظيم لكن ممكن قيادات السابقة لحزب البعث كان لهم دور في التنظيم ولكن الوحشية والقتل هذه جاءت من الأفكار المتطرفة المتطرفة اللي يمتلكوها مثل أبو بكر البغدادي وغيره وغيره عودة الأزيديين هل ترافقينها هل هم يريدون أن يعودوا إلى قراءهم وإلى مناطقهم ماذا يحصل هل مازالوا في المخيمات الأزيديين مازالوا في المخيمات الأسبوع القادم راح يصير أربع سنوات لماذا؟ قالي أن أولاً البيئة اللي موجودة في سنجار لا زال يعني غير مهيئة أنه يرجعون لسببين أولاً اللي حصل أنه يعني سنجار الآن منطقة منكوبة منكوبة يعني دمرت بشكل كامل بنى تحتية مستشفيات مدارس في مؤتمر لأعمار العراق اللي مراح للحكومة العراقية لم تأخذ معها شخص واحد مسؤول من سنجار أنه يتحدث أنه هذه المنطقة كذا اللي راحوا كانوا مسؤولين يعني من بغداد ومن بعض المحافظات اللي أساساً لم يصلها الإرهاب على كلين احنا عدنا موضوع مهم جداً هو العدالة الانتقالية وهذا ما أعمل عليه لا يمكن أن تهدأ هذه المنطقة بدون المضي بموضوع أو مسألة العدالة الانتقالية العدالة نعم بأنه نعطي الإرهابين هؤلاء الإرهابين اللي تسليمهم للعدالة احنا لا نريد قتل أحد أو الثأر من أحد تسليم المجرمين للعدالة جبر اللي سندهم لا أولاً مش بهذه الطريقة أولاً تسليمهم ثانياً العشائر هي اللي تسلمهم لازم لماذا؟ قال لي أنا أحنا نعرف واحد اثنين ثلاثة لكن في عشائر تسلم المجرمين وتتبرأ منهم كيف رح نرجع نبني السلام في هالمنطقة إذا احنا بداخلنا غير متأكدين المقابل هل هو مقتنع بما حصل ولكنه الآن ساكت لأنه خايف أو أنه خلص غير مقتنع وإلا لا عودة للأزيدية وإلا لا عودة لأن سجزيل لا تستطيعي أنا بكل ما يعني أستطيع أن أقول له لي تأثير على يعني أي شخص أنه أجبره على الرجوع إلى سنجار يسألني سؤال واحد طيب لو حصل لي مرة أخرى ما حصل في 2014 ماذا سأفعل؟ مشهد الأخير أريد أن يعني أن يكون مشهد ممكن أن يكون لكل الناس عندما تلتقين بالناس وتقولين أنكي أزيدية ما هي ردة الفعل؟ قصدك خارج يعني خارج المجتمع خارج العراق طبعا سابقا قبل 2014 عندما كنت أقول أنا أزيدية كنت أسأل يعني شنو؟ يعني شو أزيدية؟ الآن عندما أقول أنا أزيدية أول كلمة ربما أسمعها يا حرام دعش شو سوى معكم فضائع؟ أعتقد كثير من الناس الكثير متعاطف مع القضية الأزيدية وهذا جيد يعني أنا لست من نوع أنه ليش متعاطفي معنا ليه كذا؟ لا هكذا قضايا يجب أن تستمر نستمر في سردها في قولها خلي تبقى في دهن الناس في دهن المجتمع الدولي في دهن الحكومات لأن قضيتنا لم تنتهي ليست أنه هي معركة وانتهت ما دام لا زالتنا 3000 سيدة امرأة لا يزالون مختطفين ومجهولين أينهم إذن لا زالت حتى اليوم نعم ألاف الأطفال ضاعوا لا نعرف أين يعني كانت تجي امرأة مثلا من تلعفر من الموصل من هذه القرى تدخل على مجموعة نساء أزيديات مع أطفالهم أنا بدي هذا وأريد هذا تسرق الأطفال مش تسرق تأخذهم هي الآن دولة دولتنا وأنا أريدها دولة هؤلاء الأطفال اللي كان عمره سنة سنتين ما يعرف يحكي بعد لماذا لبيعهم لا لا خلاص هي عاجبها يجوز معتها أطفال يجوز كذا تأخذهم لأتها هسا هؤلاء ضاعوا يعني ما يعرفون هما يتكلمون يقولون ولهذه المرأة ممكن تجي تقول أن هؤلاء أنه أطفال الزيدي أنا أخذتهم أحيانا أحيانا يحصل أنه الأطفال الصغار من يلعبون مع بعض في المخيمات يصير اشتباك اشتباك اتخانقوا او تعاركوا بالعراقي حصلت حصلت معي أكثر من مرة يجي الطفل يقول لها والله أنت مو ابنة أنت يزيدي يعني يتخانق مع أخو أوكي على اعتبار أنه أخو فينكشف أنه أوكي هذا فنلقطه اتصوري احنا قاعدين نلقط أولادنا من أنت هؤلاء المجرمين هذا تخانق قال له كلمة هذا اعترف هذا كذا أنت أم ممكن أن تشعر نعم طبعا طبعا أنا بقدر أقول أنه يعني هيدا المشاهد لازم أن نذكر بها دائما ودائما راح أذكر بها هني في كارثة إنسانية اليوم لا يزال ما زالوا في مقابر جماعية أيضا في مقابر جماعية تكتشف نكتشف أشياء مهولة لا يزال اللي يزيدين 80 منهم نازحين عايشين في مخيمات والحكومة المفروض كان الآن بعد أربع سنوات على أقل بنت لهم بيوتهم يرجعون على أقل يعني ساعدتهم طيب على أقل الحكومة أقصد الحكومة الاتحادية ساعدت في إرجاع هؤلاء الأطفال وهي لم تساعد لا لم تساعد ممتعاطفين أحيانا يعني بعض القيادات الأمنية نعم ساعدت يعني أثناء الهجوم على منطقة بها داعش يشوفون يزيدين نعم يعني نعم هكذا حالات ولكن كتبني هذه القضية الكبيرة من قبل الحكومة الاتحادية لا يندخيل أنت يعني شاهدة في هذا المشهد عن قضية إنسانية وكما قلت يا كارثة إنسانية شكراً لوجودك معنا أنت تعملين على العدالة الانتقالية كما قلت شكراً للمشاهدين لوفاء وإلى لقاء الأسبوع المقبل شكراً للمشاهدة